لقاء هو التاسع الذي يجمع الرئيسين الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين منذ أربع سنوات الهدف المعلن تنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين لكن الزيارة جاءت بعد حديث عن بوادر خلاف بين الطرفين خاصة وأن طهران بتتخشى أن تطعنها موسكو من الخلف عندما تنقض الحاجة إليها في سوريا على حد تعبير المتحدث الأسبق باسم الحكومة الإيرانية عبدالله رمضان زادة فأي بعد استراتيجي للزيارة التي يقوم بها روحاني إلى موسكو وهل هي بداية لترتيب المواقع لما بعد الأزمة السورية خاصة في ذل التقارب التركي الروسي وكيف تتعامل موسكو في إدارة الأضاد في المنطقة أي إيران، إسرائيل، تركيا وكذلك النظام السوري هذه الأسئلة وأخرى سوف نناقشها مع ضيوفنا الكرام نرحب من موسكو بالصحفي والمحلل السياسية سيد رائد جابر وكذلك من طهران نرحب بالدكتور محمد صدقيان أو محمد الصالح صدقيان مدير والمركز العربي للدراسات الإيرانية أبدأ معك مباشرة دكتور صدقيان ما لفت الانتباه هو أن الرئيس روحاني أكد اليوم من موسكو أن العلاقات مع روسيا دخلت مرحلة جديدة ونوعية عن أي مرحلة يتحدث روحاني بالضبط؟ بداية تحية لك أخي يوسف والزمير الرائد أنا أعتقد بأن هناك مرحلة جديدة فعلا ربما تبدأ في مجال التعاون والتنسيق بين طهران وموسكو كما تحدثتم هذا هو اللقاء التاسع الذي يجمع الضعيمين الإيراني والروسي وبالتالي منذ أكثر من أربع سنوات تحديدا في أهد الرئيس الإيراني حسن روحاني هناك الكثير هناك تطور في العلاقات بين البلدين الآن إيران تشعر بأن من الممكن أن تدخل في شراكة مع الجانب الروسي هذه شراكة في المجال الاقتصادي في المجال الأمني وحتى في المجال العسكري أيضا نحن نعلم بأن البرنامج النووي الإيراني هو أسس على أكتاف الروس الآن هناك معاهدة وقعت أو توقع بين الجانبين من أجل التعاون في المجال السلمي للطاقة النووية وبالتالي هناك سوق مفتوحة واعدة في الداخل الإيراني ربما يسير لها اللعاب الروسي وإيران أيضا تستفيد من الإمكانيات التي تمتلكها روسيا سواء كان في المجال الاقتصادي في مجال النفط والغاز في المجال النووي وحتى في المجال العسكري ونحن نعلم بأن آخر صفقة كانت بين إيران وروسيا هي صفقة الأس 300 التي وصلت إيران وإيران تتمنى أن يتطور التعاون العسكري أيضا بين الجانبين ونحن نعلم بأن هذه المجالات مجالات اقتصادية كبيرة جدا تخدم المصالح الإيرانية وتخدم المصالح الروسية أيضا نعم بمعنى أن هناك أثاق كبيرة للتعاون سيد رايد جابر إذا كانت حقا العلاقات الروسية الإيرانية دخلت مرحلة جديدة مثل ما يتحدث عنه ذلك الدكتور صديقيان في ظل اللقاءة المتكررة بين بوتين وروحاني وبين المسؤولين الإيرانيين وكذلك الروس لماذا لم تصل لحد الآن هذه العلاقات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين نعم مساء الخير بداية لك والزميل محمد يعني بطبيعة الحال العلاقات تسير في هذا الاتجاه بحسب أن هناك إرادة سياسية على الأقل لدى الطرفين بأن تسير في هذا الاتجاه يعني نتكفي إلقاء نظرة سريعة على طبيعة المشروعات التي يتم التعامل معها مشروعات هي ذات بعد استراتيجي يعني لمدى طويل على صعيد الطاقة على صعيد البنى التحتية الصناعات الثقيلة الآليات يعني صناعة الطائرات بشكل مشترك المدنية وما إلى ذلك إذن نحن أمام تطوير واسع للعلاقة لكن هناك مشكلة رافقت العلاقات الروسية الإيرانية على مدى التاريخ يعني أنه هناك مشكلة نقص الثقة ربما هذا هو السؤال المطروح يعني وأنتم الآن في موسكو يعني عفوا على المقاطعة وأنتم في موسكو وتتحدثون عن العلاقات الإيرانية الروسية وخاصة الثقة الشبه مفقودة عبر التاريخ يعني هناك أحداث كثيرة طرأت بين الطرفين وأكدت أن الثقة غير موجودة بين الطرفين كيف تؤثر على العمل المشترك مستقبلا؟ يعني يبدو أنه الآن هناك محاولة من الجانبين لتقارب تغليب فكرة المصالح المشتركة وتقاطع المصالح في هذه المرحلة بالتحديد على الملفات التي يمكن أن تكون خلافية في مراحل مقبلة يعني بالمناسبة هذا السيناريو هو كان ناجح في العلاقة الروسية التركية لسنوات طويلة أنه الملفات الاقتصادية والمصالح المشتركة على الجانب والخلافات السياسية على جانب آخر تماما إذن هنا محاولة ربما للعب بنفس هذه المعادلة للتوطيد هذه المعادلة بالدرجة الأولى النقطة الثانية أريد أن أشير إلى أنه الملفات الخلافية الحقيقية لم يأتي وقتها بعد يعني الملف الخلافي الأساسي سيبدأ بعد وصول التسوية في سوريا إلى مرحلة متقدمة عندها موسكو تميل لروجة نظر الإسرائيلية بضرورة خروج كل القوات الأجنبية مثلا هذا لن يكون مريحا نهائيا لإيران أيضا هناك ملفات خلافية ربما تظهر على طبيعة خريطة أو ملامح تركيبة النظام الإقليمي الجديد يعني روسيا لديها مصالح أساسية تريد أن تحافظ عليها مع بلدان الخليج العربي لذلك سيكون هناك تضارب بالضرورة مع إيران في مرحلة معينة الآن هذه لحظة تقارب تاريخية كبيرة ويبدو أن هذا المنعطف بالفعل هو منعطف من أجل إرساء نوع من العلاقة الطويلة الأمد برغم وجود ملفات خلافية يخشى منها الطرفان جيد دكتور صديقياني تحدث عن نقطة مهمة وهي المتعلقة بالثقة هنا هل من خلال هذه الزيارة وزيارة المتكررة للمسؤولين الإيرانيين إلى موسكو لقايم بالمسؤولين الروس هل يعكس ذلك ثقة تامة لدى الأساسة في إيران يعني بالنسبة إلى روسيا الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بواتين إلى طهران العام الماضي ولقائه مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامني أعتقد بأن ذاك اللقاء كان لقاء مفصليا على صعيد العلاقة الثنائية بين موسكو وطهران وبالتالي إيران يعني من خلال متابعة للسياسة الإيرانية خلال السنوات أو العقدين الماضيين إيران في جميع المجالات خصوصا في تلك المجالات التي كانت تهم الأمن القومي الإيراني والتي كانت ترتبط بألاقات خارجية مع دول أجنبية سواء كان الغربية، الولايات المتحدة، روسيا، الصين كانت تتعامل بسياسة واقعية بمعنى أنها تعلم بأنها تتعامل مع طرف قوي وهو روسيا روسيا له مصالح باعتباره دولة كبرى باعتباره عضو في المجلس الأمن الدولي لديه علاقات مع أطراف متعددة بعض هذه الأطراف تتقاطع سياسات هذه الأطراف الأخرى مع السياسة الإيرانية في المنطقة وهي تعلم أيضا بأنها دولة إقليمية ربما تكون كبيرة لكن مصالحها على حجم المستوى الذي هي فيه وبالتالي هي تتعامل بواقعية الآن نحن أمام روسيا التي تمتلك بعلاقات جيدة مع إسرائيل تمتلك علاقات جيدة مع تركيا تمتلك بعلاقات مصلحية مع الولايات المتحدة إيران تعرف ذلك وهي تتحرك في هذا الإطار خصوصا وأن اليوم سيد بوتين قال بشكل واضح بأن العلاقات الإيرانية الروسية ليست موجهة نحو طرف آخر وهذا معناه بأن إيران أيضا تعرف أيضا بأن هذا التعاون أو التنسيق سواء كان على المجال الأمني العسكري الاقتصادي بين طهران وبين موسكو هو ليس موجه لأي طرف ليس موجه وسوف نأتي على تحليل هذه الكلمة غير موجه إلى أي طرف ثالث ولكن أود الاسترسال معك دكتور صدقيان المتحدث الأسبق باسم الحكومة الإيرانية السيد عبدالله رمضان زاد قال بالحرف الواحد أن طهران باتت تخشى أن تطعنها موسكو من الخلف عندما تنقضي الحاجة إليها في سوريا إذن هناك توجس إيراني حقيقي من سياسة موسكو خاصة في الأزمة السورية أليس كذلك؟ أصل التعامل بين إيران وبين روسيا كما قال زميلنا رائد هناك خلال المئة سن الماضية هناك عدم ثقة موجودة بين إيران وروسيا الإيرانيون يتحدثون بأن روسيا ليس هو الطرف الذي يمكن الاعتماد عليه لأن هناك قضايا سواء كان قبل الحرب العالمية الأولى والثانية وما بعد ذلك وهناك الكثير من الجمهوريات التي انتمت إلى الاتحاد السوفيتي هي كانت بالأصل موجودة في داخل السيادة الإيرانية هذا صحيح وهناك الكثير من الأوساط الإيرانية تتخوف من الجانب الروسي لكن يجب علينا أن نشير إلى نقطة مهمة وهي الاتقال أبوتين للسيد خلال التقى به قال بشكل واضح وهذه الكلمة تحديدا قالها بأن روسيا ليست ذلك البلد الذي يضرب حلفائه بخنجر من الخلف وكان يقصد ما يقول هو كان يريد أن يرد على كل عدم الثقة الموجود عند الإيرانيين ولكن الجانب الروسي كانت له مواقف خاصة في الأزمة السورية ونتذكر جيدا الاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع بخصوص حلب بمعنى أن الروس بدأوا يستفردوا بدورهم هناك دعني أسأل السيد رائد جبر وهو تحدث عن نقطة كذلك مهمة وهي المرحلة القادمة في الأزمة السورية سيد جبر هل يمكن اعتبار هذه الزيارة زيارة روحاني إلى موسكو هي تأسيس لمرحلة ما بعد الأزمة السورية تقسيم النفوذ والمواقع في سوريا الآن إلى حد بعيد يمكن أن تدخل في هذا الإطار إنما ليس تماما لأن عدد من الملفات الخلافية ما زالت قائمة وكبيرة ولا تسمح بالوصول إلى اتفاقات نهائية العلاقة الروسية الإيرانية مرتبطة ليس فقط في سوريا هناك تقاطع مصالح في منطقة الخليج في سوريا طبعا على المستوى الإقليمي كله هناك تقاطع مصالح كما في بحر قزويين وفي مناطق أخرى يعني باعتبار إيران جار لروسيا أيضا الفكرة الرئيسية بسوريا أنه الملف الخلافي لم يظهر إلى السطح تماما الآن لأنه ما زالت التسوية في بداياتها ومتعثرة روسيا وإيران حليفان شريكان على المستوى الميداني مهمان جدا لا يمكن أن يتخليها الآن كل طرف عن الآخر لأنه من دون روسيا لا يمكن لإيران والميليشيات التي تدعمها في سوريا أن تتقدم أن تحرز انتصارات وهذا أمر ألمحت إليه وحتى تحدثت عنه موسكو أكثر بمرة بشكل واضح وصريح عن إيران وعن القوات الحكومية السورية إذن هناك تحالف ميداني قائم لكن على المدى البعيد بطبيعة الحال وخلال انضاج التسوية سوف تظهر الخلافات بشكل جدي لأنه في ذلك الوقت أنا لا أعتقد أن روسيا بالمناسبة ستطعم بشكل أو بآخر إيران في ظهرها بالعكس من ذلك سيتم التوصل إلى تسويات معينة ربما يعني عودة إلى سؤالك ربما وضعت الآن أو بدأ الطرفان يبحثان عن بداية ملامح لتسوية مقبولة في فترة في المستقبل لكن تشابك الأمور غياب الدور الأمريكي المهم بالنسبة للطرفين بالمناسبة في سوريا حتى الآن ليست واضح السياسة الأمريكية لا يسمح بالوصول إلى صفقات أو إلى ملامح لما ستكون عليه المرحلة المقبلة نحن نتحدث أن هناك خلافات ما زالت قائمة إنما التسويات لم يأتي وقتها بعد جيد سيد صدقياني نبقى دائما في العلاقات الإيرانية الروسية وعلى ضوء الأزمة السورية هل حقا تشعر إيران أن موقعها في الأزمة السورية قد بدأ يتراجع مع استلام روسيا زمام الأمور خاصة في التنسيق مثلا بين أطراف المعارضة نتحدث عن أستانا وهذه الأطراف يعني أطراف بعض الأطراف المعارضة لا زالت الآن إيران تصفها بأنها جماعات إرهابية بمعنى أن هناك فرق شاسع بين الرؤية الإيرانية والرؤية الروسية إلى الأزمة السورية يعني بداية يجب علينا أن نتذكر بأن مجيء الروس إلى سوريا هو جاء بمساعدة إيرانية واضحة كلنا يتذكر البعلومات التي تحدثت عن زيارة قام بها سيد قاسم سليماني بقائد فيلق القدس الإيرانية تابع الحرس الثوري الإيراني إلى روسيا وما تحدث أو ما حكي عن لقائه بالرئيس بوتين وبالتالي الروس دخلوا الأزمة السورية حيث مسك الروس السماء سوريا عندما كان المستشارين الإيرانيين والجيش السوري والفصائل الأخرى الداعمة للجيش السوري تمسك الأرض وفي روسيا تعلم تعلم جيدا بأنها ليس لها مقاتلين على الأرض وإيران هي التي تدير هذا الأمر في الميدان في حقيقة في المواقع التي يجب أن تكون هناك وبالتالي هناك تعاون وتنسيق الآن ما حدث هل هو يدخل في كامل التصور الإيراني قلت لك أخي يوسف الإيرانيون هو واقعيون في سياساتهم يعيشون حالة من الواقعية إلى حد ما أقول ذلك أضعه بين هلالين يعيشون بحالة واقعية وبالتالي حتى مرحلة ما بعد حلب أو في اجتماعات أستانة كان الإيرانيون يتعاملون مع روسيا في إطار الواقع والمنطق لحد الآن المعلومات التي يتحدث عن الإيرانيون يقولون بأن ربما تكون هناك وجهات نظر إيرانية خاصة في مرحلة في سوريا في أستانة في جينيف ربما تختلف عن وجهة النظر الروسية لكنهم يقولون أيضا بأن كل هذه وجهات النظر وحتى اختلاف وجهات النظر بين طهران وموسكو بشأن الأزمة السورية هي تدار بشكل جيد وتنسيق بين الجانبين جيد يعني الحديث عن مستقبل سوريا يقودني إلى الإشارة في الحقيقة إلى مشاهدينا الكرام إلى صحيفة جيروزالين بوست التي قالت إن طهران قد تجد نفسها خارج دائرة الملف السوري بعد تفاهم روسي أمريكي إسرائيلي يقضي بتقويض دور إيراني عسكري وإبعاد حتى الميليشيات التابعة لها من الأراضي السورية سيد رائد جبر إلى أي مدى يمكن تأكيد هذا التوافق التوافق الأمريكي الروسي الإسرائيلي بخصوص هذه النقطة مثل ما أشرت صحيفة اليوروزالين بوست يعني هناك تسريبات كثيرة جرت خلال الفترة الأخيرة عن هذا الموضوع حتى أن بعض التسريبات أشارت أن الموضوع نقش بشكل تفصيلي حتى على صعيد أن تقليص وجود بعض الميليشيات مثل حزب الله وغيره وحصرها في مناطق معينة في سوريا كخطوة أولى من أجل تقليص التواجد نهائيا في مرحلة لاحقة وأنهاءه في التواجد الأجنبي في سوريا يعني تسريبات كثيرة في الواقع لكن المؤشر المهم إلى ذلك حتى الآن لا يمكن تأكيدها قبل أن ننتقل المؤشر لا يمكن تأكيدها لأنه لا يوجد اتفاق أو اتفاق شامل بين روسيا والولايات المتحدة يعني روسيا ما زالت تنتظر تضاح ملامح سياسة ترامب في سوريا وفي المنطقة عموما من أجل الوصول إلى ما يمكن تسميته بأن تسوية شاملة أو صفقة شاملة بين البلدين يعني وضع تصور لتعاون لتنسيق في المنطقة عموما ليس فقط في سوريا وإنما في سوريا بالدرجة الأولى المؤشرات هذه كلها طبعا هي موجودة وبالفعل بدأت روسيا صحيح أتفق مع رأي زميلي أنه إيران هي على الأرض كانت موجودة في مراحل طوال المراحل الماضية لكن روسيا بدأت تزوج بقوات ووحدات خاصة للفصل واللي منع القوات يعني أولا الفصل بين القوات أحيانا لمنع عمليات يعني إحلال قوات في مناطق معينة خصوصا ما جرى في حلب عندما تم إحلال كتائب الشرطة العسكرية مثلا من أجل منع تغيير ديمقرافي في المنطقة روسيا تعي أن هناك مشكلة في بعض المناطق في سوريا وبدأت توجه يعني الآن كتائب للشرطة العسكرية منتشرة في أكثر من منطقة في ريف دمشق شهدنا خلال الفترة الأخيرة أيضا محاولة روسية للحد من النفوذ المجموعات المسلحة القريبة من إيران على المدى البعيد أعتقد أنه بالفعل روسيا بدأت تدرك أنه لابد من خروج القوات الأجنبية من سوريا في مرحلة معينة هي لا تريد أن تنقل الآن هذا التباين في المواقف إلى العلن لأنه هي محتاجة جيد أخذ رأي سيد صدقيان بخصوص هذا الموضوع سمعت ما قاله ضيف سيد جابري إذا كان هناك موافقة وعلى الأقل ضوء أخضر روسي لتقليص وأخراج الميليشيات التابعة لإيران من سوريا كيف نتحدث أصلا عن التناغم وعن التوافق بين البلدين خاصة في الملف السوري يعني أنا أعتقد بأن هناك تفهم سواء كان من الجانب الروسي أو من الجانب الإيراني أو من الجانب السوري الذي يحتضن هذه المجموعات المسلحة سواء كان حزب الله أو غير حزب الله وبتالي حتى الروس الآن هم لا يطالبون بخروج هذه الجماعات المسلحة ربما في مرحلة لاحقة يتم التنسيق بين الإيرانيين والإيرانيين هم همزة الوصل بين هذه الجماعات والحكومة السورية والجانب الروسي نحن نعلم بأن هناك غرفة عمليات يقودها وزراء دفاع ثلاث دول هي إيران وروسيا وسوريا وبالتالي هناك أيضا مندوب إيراني وهو علي شمخاني هو الذي ينسق بين هذه بين البلدان الثلاث وبالتالي لا أعتقد بأن هناك لحد الآن هناك مشكلة ولا أعتقد بأن مستقبلا سوف تكون هناك مشكلة مدام هناك تنسيق وتعاون ورغبة ووجود إيرادة سياسية بين روسيا وبين إيران وبين الجانب السوري أيضا من أجل إدارة هذه الأوضاع في الداخل السوري وأني بالرغم من تحفظي على العلاقة الإيرانية الروسية وكنت متحفظا منذ سابق لكن يبدو بأن الأمور تسير بالشكل الذي تحل فيه أي تقاطعات ربما تحدث في وجهة النظر بين البلدين أود فقط إذا كان باختصار ولو باختصار سيد صديقيان نتحدث عن التقارب الكبيرة الذي حدث بين أنقرة وموسكو اليوم السيد روحاني يقول التعاون بين روسيا وإيران ليس موجها ضد دولة ثالثة ألا يعني ذلك انزعاجا أو على الأقل يعني عدم ارتياح إيران لهذا التقارب هناك مشكلة في الجانب التركي الجانب التركي الآن لديه كثير من البشاكل يعني ليست مشكلته مع إيران فحسب هناك مشكلة مع العراق مشكلة مع سوريا مشكلة مع الدول الأوروبية مشكلة مع الكثير موجودة حتى مع الدول الخليج على خلفية الإخوان المسلمين ورعاية الحكومة التركية للإخوان المسلمين هناك مشكلة مع مصر أيضا وبالتالي وضع السياسة التركية هو وضع ليس في نمطية واحدة وبالتالي أنا أعتقد بأن مشكلة الأتراك ليس مع الإيرانيين الإيرانيين يعني دائما نسمع بتصريحات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن التدخل أو الدور الإيراني في المنطقة لكني أعتقد بأن العلاقة الإيرانية الروسية هي أقوى من العلاقة التركية الروسية خصوصا بعد بقتل الطيار الروسي نعم لذلك أود أن أسأل سيد رايد جبر هذه المفارقة كيف تتعامل معها موسكو الآن أي أقرب إلى قلب موسكو إيران أم تركيا كيف تتعامل موسكو بهذه القضية يعني بداية أن أسمح لي أن أشير إلى أني أنا أعتقد أنه الرئيس روحاني عندما أشار إلى هذه النقطة تحدث يعني كانت الرسالة موجهة إلى منطقة الخليج وليس إلى تركيا أنا أعتقد أنه هدف الحديث القول أنه التنسيق الروسي الإيراني يعني لا يضر بدول أخرى في المنطقة المقصود هنا الخليج بالدرجة الأولى أعتقد وهذه إشارة من جانب الروس بالمناسبة واضحة تكررت أكثر من مرة في فترات سابقة إنما عودة إلى سؤالك تركيا شريك استراتيجي أساسي بالنسبة إلى الروس حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا يبلغ عشر أضعاف حجم التبادل التجاري بين الروسيا وإيران لذلك لا أعتقد أن الموضوع بالنسبة إلى موسكو هو مقاربة من الأفضل ومن الأقرب إلى موسكو الشريكان مهمان يعني أنا أسأل من زاوية معينة سيد رائد جبر يعني أنا أسأل من زاوية معينة حينما تأتي وكالات الأنباء وتتحدث أن تركيا تسعى للحصول على سواريخ S-400 الروسية وهي صواريخ التي لم تحصل عليها إيران يعني إيران عرضت عليها بالمناسبة S-400 لكن الإيرانيين رفضوا S-400 وأصروا على الحصول على S-300 لأنهم يطورون نسخة إيرانية مماثلة إلى S-300 يعني هذا موضوع آخر إنما روسيا عرضت بالمناسبة S-400 في مرحلة معينة على الإيرانيين خلال فترة الخلاف حول تنفيذ هذه الصفقة لكن أريد أن أشير إلى أهمية التحاء العلاقة مع إيران تكمن بأن هناك ملفات عديدة مشتركة يعني ملف النووي الطاقة النووية بالنسبة إلى روسيا مهم جدا التعاون فيه مع إيران أيضا إيران مهم جدا العلاقة معها لأنها توازن مسألة التجاذبات مع الغرب والآن بالمناسبة الإيرانيون يتجهون أكثر إلى موسكو لأنه عليهم ضغوط يعني اليوم سمعنا وزير الخارجية فجأة يتحدث عن تقديم تسهيلات عسكرية لاستخدام القواعد العسكرية الإيرانية في وقت سابق كانت هذه نقطة خلافية وسخر الإيرانيون وقالوا أنه روسيا تريد أن تستارد عضلاتها عندما تتحدث عن استخدامها لمطار همدان الآن عادوا ليقترحوا على روسيا الفكرة الرئيسية أنه إيران تحتاج إلى روسيا الآن أكثر من أي وقت في ظل هذه الضغوط والروس يريدون أيضا الورقة الإيرانية لأنه مفيدة لهم في علاقاتهم الآن وتجاذباتهم مع الغرب بالإضافة طبعا إلى أن إيران شريك أساسي في سوريا وشريك مهم بالنسبة إلى روسيا اقتصاديا سيد رائد جابر الصحفي والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة من موسكو أشكرك شكرا جزيلا وأود أن أقدم شكر خالص إلى الدكتور محمد صالح صدقيان المدير المدير المركز العربي للدراسات الإيرانية كنت معنا من طهران